تمكنت مصالح الدرك الوطني برويبة ولاية الجزائر من العثور على ثلاثة أطفال يدرسون في الطاور الابتدائي كانوا تائهين منذ صباحة أمس الثلاثاء وذلك على مستوى طريق الولائي الرابط بين بلديتين رويبة وعينطايا حسب ما فد به اليوم الأربعاء بيان صادر على المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر وأوضح ذات البيان أنه تم العثور على الأطفال التائهين البالغين من العمر التسع سنوات في صحة جيدة أين تم إعادتهم لعائلاتهم وذكر نفس المصدر أنه بمجرد التبليغ عن اختفاء هؤلاء الأطفال من طرف ذويهم بشرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني برويبة بمعية فصيلة الأمن والتدخل بإقليم اختصاص بلدية الهروة في البحث عن هؤلاء الأطفال حيث تم العثور عليهم في نفس اليوم سالمين على الساعة العاشرة ليلا